أهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل قال المهندس عبدالله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أن اللجان المشكلة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومدرية الزراعة ومراقبة التنمية والتعاون الزراعي قامت بتسليم عدد 61 قطعة أرض بديلة بمساحة 150 متر مربع للمواطنين المتضررين من مشروع حفر قناة السويس الجديدة بمنطقة الأحرار التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القنطرة شرق وذلك لبناء مسكن عليها بالرغم من كونهم معتدين على أملاك الدولة الخاصة بهيئة قناة السويس وسبق أن تم استصدار قرارات إزالة لهذه التعديات من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي لهذه الأسر والبالغ إجمالي عددهم 61 أسرة فقط تم تخصيص أماكن بديلة